ووصلنا رشالة مساحتنا الأخيرة يا عالم المدواء الإكسسوارات هاي الإكسسوار القطعية اللي بتزين إطلالة كلها صبية وخصوصا بفصل الصيف قداش منشوف فيه هيك تنوع قداش فيه بنات اليوم متعلقين بهذه القصة وما بيطلعوا من البيت إلا إذا كان تيب كامل يعني إذا كان لون الحلاء بنعصب لون الجزدان وسكربينة والتياب حتى يعني أكيد هو مكمل للجمال ونحن معه يعني صحة يعني ومعهن حق يعني بيشوف قداش تحلى الإطلال اليوم بإضافة هاي الإكسسوارات رح نحكي أكتر عنا عالم الإكسسوار وشو الجديد لهذا الصيف وبيسعدنا نرحب بيهودا الحلبي يسعد صباحك صباح خير يا هودا شو هالفو الشر حلو؟ مقدم محلوين هدول الأخواتي مسنصال لابستيون؟ موجودين عم أهلا وسهلا بحضرتك لليوم خلينا هيك نحكي فورا عن الأشياء اللي جايبتي لليوم اليوم في تشكيلة غير الأسبوع الماضي أو الحلق الماضي يعني مزبوط هلأ شو دخلت الشي جديد؟ للشغلات الجديدة اللي نزلت هلأ الألوان الزايدة يعني الألوان اللي هلأ نازل ضايجة؟ كتير هاي هلأ موضة الصيف أو موضة السنة بشكل عام الألوان اللي متضاربة مع بعضها هيك أنا عم ينزل عندي كتير مون متناسقة متضاربة؟ كلهم متضاربة معه يعني هلأ لاحزي أنا طبقة بين كل موديل وموديل الألوان بين الفوشي مع الأخضر مع يعني هي هي الدرجة هلأ حلوة ألوان صيف بتحسيها يعني بالعكس أنا بحسة أنه بتعطي طاقة مثلها هلأ بالذات الألوان ما تجربوا أو نحطوا ما بيبيم كيف الألوان عم تضارب مع بعضها تمام حتى اللون الأزرق ديكي حتى اليوم يعني في تناقض حتى بالحبيبات اللي مدخلتهم بين الأسود والأخضر والأزرق عم نشوف الأزرق والأحمر اليوم الصباية عم يروحوا لهذه الأصابع محبوه؟ عم يروحوا للألوان اللي عم تضل ظاهرة وضايجة يعني غريبة يعني مو شرط ما عد حدا عم يلبس هلأ هاي الأيام الألوان اللي كتير بتلبق مع بعضها هده يعني إذا منشوف القطاع اللي جايتنا ياها في الأكسسوار الذهبي في الفضة في الخيوط وفي الخرز كأنه من كل شيء ومطي يعني ما بتركزي على نوع أو مواد معينة لا بتشتغلي بكل الأنوع ايه ما بركز عنه هلا الفضة والذهب دائما هو بمكانه ما بيتغير لا بيروح لي همتى ولا شيء دائما مطلوب الفضة والذهب هاي الألوان مطلوبة هس هي أكتر شيا يعني يعني أكتر شيا بس نحن هي السنة وحتى السنة الماضية فايتة كثير موضة الخرز والكريستال وهدول كثير عم يمطلبوا وعم يرغبوا هدولة اللي معي بيغشوا يعني الواحد بفكروا ان ذهب هنون خيوط صح خيوط دهب هلأ وحتى في صبايا بتقول لك أنا معلي متأكدة انه اللون مكفول يعني بتقول لك معلي متأكدة فعم يمشوا اكتر شي على الشغلات المطاط والخرز ههو مكفول اللون طبعا مكفول ما بيعتق هلأ انحنا مشوف انه ما بيروح اللون ما بيروح اللون النحاسي بس بتحسي انه عدت هلأ ليكي حط الفضة الفضة الاساسية تبهت طب هون شو بنعمل نحن يعني احيانا بيكون عنا قطعة كتير بالبيت ما عنديك هالقصة نرمية بتحسي انه لون بهت عندك طبعا فكيف نحن قادرين ننظف القطعة او نرجع للون حالا اذا القطعة مطلية بيعاد طالية اذا القطعة مطلية طالية اما اذا فضة نزامي فهي بتتلمع مو اكتر والعادي لا العادي بينطلع بيرجع بينطلية طالية اذا مطلي من الاساس اما اذا مو مطلي وستيل وهيك لا اما بيخلص على الكب القطعة طب نحن عنا هون كله الشغل الفضي والدهبي كله خلينا نستعرض هدول رابع لكي على الكاميرا وهدول فين او مستخدم الخرز اكتر مستخدم الخرز لانه كتير عم نطلب مو الخرز الكريستال هلا هذا اذا بتشوفي يختلف كتير عم الخرز اتنين تاني نارضون نارضون على الكاميرا طبعا هون شو الخرز عادي ما هلا هو الكريستال العادي انا استوحيته من فكرة المسائح لانه كتير عم يرغبوا للصبايا عرفتي بس الصبايا ما عم يحبوا الاسود عم يتلون بيك شغلات مع تفصيل شي اسم بورتوكلي كذا حسب ابو فهد ابو فهد مصبحة حتى عم نشوف شي هوني شو مستخدمي هوني بقلب هلأ احنا بنسمي هذا خيط تركي مطاط خيط تركي مطاط هوني سمي وهذا لي خراس هادا ما بيتقطاع لا اكيد بس حلوة الفكرة يعني اليوم تشكيلة حلوة يعني اليوم من هادو الافكار الحلوين انين عم تجي بيون هيك يا عم في شي من راسي في شي من عنات في شي مسلا ممكن ااخد شي من النات وانا عدل علي في شي كمان زبان كثير تبعتليها بعمل الفكرة بتعجبني اوقات انا بعدل عليها يعني العادة يعني كمان هلأ خواتم السلاسل السألتك نون رشاكتي ودرجين صار لهم فترة ما عم تبطل موضتهم بس اللي بدي اسألك يمكن المجددينه هو الاحرف يعني هم شايفين حرف العين نون هلأ درجة كتير الاحرف العربي اكتر من الاجنبي حتى عم تنطلب حتى في صبايا عم ياخدوها اسم كامل بس بكل اصباح حرف حتى بيبين عندك موضت السنة هلأ موديلات الشمس والصداف حتى موديل النمر كتير درجة تماما طيب هده ما عم تحسي انه هدول خاص نص هدول الموديل الموديلات مفروض يكون كتير كتير ناعم انت يعني كمصممة هلأ هو هلأ هاي انا غمشي هلأ في شغلات كتير دبجة انا ما بختصة ما بعملها يعني انت كمصممة ما بتحسي انه خواتم السنسال المفروض يكون كتير ناعمين يعني ممكن يكون اشي بسيط ظاهر منهم استراسي حرف ناعم عم نشوف قلوب عم نشوف اسماء صارت عليهم بديك تشوفي كمان هون سن اهي حتى في سبعان انا عم تطلب موديلات ميزان العدد بتكون محامية او دكتورة عم تطلب اشارة كتير حلو الالوان انا كتير حبيت استعرضناهم بس كتير حبيت تناسق الالوان يعني دائما الفيروز شو ما دخل يعني بيعطي هي هاي اكتر شغلة الالوان الزرقة والفيروزي والخضرة بتلفط نظر بكل شو وبيعطي طاقة بقول انه هو بيعطي طاقة دائما لشخص بالبال اليوم مستخدم الخيط المطاط وقلنا انه مكفول ما بيتقطع ولا شي تغير لونه هلا فيه انواع من هاي المطاط بيقله بلونه عسواد او مثلا الخيط ممكن ينتش طيب خلينا نشوف هاي كمان اليد كمان هوني السلق الخاتم السنسال بس كمان بطريقة تانية حلو هذا كمان مدخلتي كفكرة الحجر الفيروزي هاتي لنشوف انا فحب شو ريب حتى الجنزير كمان هذا كعم تقليد للذهبي اللي هو هات كمان موجود عنده من عنده ده حلوة هات انا حبيت هات يعني قديش هي الفكرة يعني ضل مكررة مثلا تلي عم نحكي عن خاتم السنسال وقديش انتي عم تجددي فيهن يعني خلال نحكي كونه هي مثلا صرت انتي بتعرفي انه كل واحد وقلو زوء يعني ستعم تستقبلوا طلبات يعني انا بدي هاي القصة بتقدري بتسويه مثل مثلا السن اللي انتي عملت تمام سبايا صغار او العمر اصغار كيف هم يتقبلوهن في كتير هلا في كتير زبايا انا عندي زم قديمة بتقولي انه انا مقتنى انه بيقتنعوا بهدول لا هدول منسلوهن خلخي عرفتي وفي صبايا كتير بععدوا عن فكرة المطلي دهب وفضة وصاروا هون يعني حتى هدول في منون خلاط مثل هذا اللي بايدي حالا اه فينا ندمج يعني بيندمجوا كلاياتهم مع اي متل معلي دامجة مثلا احنا بيقلولنا دائما ما تلبسوا الدهب والفضة هي اكيد مع بعض او الذهبي والفضة اليوم انتي في كتد منجي الخرز مع اطلالة الفضة دامجة انا هون دهب يفضي اذا انتبهتي بالخاطئ مدموج دهب يفضي الخرز بالعكس في هاي هي موضة هالسنة والسنة الماضية لمرأة دامجة الالوان بشكل فضيع العالم عم تحبه وهي عم تطلع حلوة طيب هودا اليوم اذا عبنا نحكي بموضوع المواد وهدول القصاص وانتي بتجيبي على التوصائي او بيكون عندك مخزون دائما وعادي عم تفرق الاسعار من نزل السوق لنزل السوق ثاني انا تكمية ما بحط عندي انا بحط عندي موضلات العرض بحكم انه هن زعطان موجودين بمحلات فانا مبرد شي عندي تمام بس الاسعار بتختلف من يوم لا يوم هاي الفكرة انه نزل السلاء ايه يعني ايه من يوم لا يوم تختلف الاسعار هلأ يعني مو اعظم القطع اللي انا بجيبها زعطان مو من الشام اغلبيتها بتكون مثلا من حلب من اللادية لانه هون عنا بالشام كثير صار فيه توصة كثير صار فيه كثير موديلات الناس وكلها انتشرت نفسها هلا بس فتع بازار اعوام حال بتلعي ان كلها نفس الموديل ارتيشوا الفكرة؟ والاسعار بجوزة انتي عم تاخدين هلا في صبايا ارخص من اسعاري ايه بس ما عم تجيب نفس الخيط في صبايا اغلى من اسعاري والجودة عندها كثير عادية مثلا خواتم الخراز والجنزير انا كنت موجودة بازار من فترة اشتريت واحد اعجبني لفت نظري انا مو عاملة منه بعد يوم واحد بس راح لونه رجاي؟ ما برجع حدا برجعلك؟ ما حدا بيررجع عفكرة يعني ما في حدا بيررجع ناظرا تلاقي حدا لبق بالتعامل بتلك انتي سوء استعمال انتي اتحدى برجعلك اضع انا لا مو بيرجعولي انا في صبايا مثلا بحكيني بدي بدل الموديل بدي دخل مثلا عطوء شي تاني هذا الشي اللي حتى العالم عم تضلطة تتعامل معي لانه انا عادي حتى لو كان برا الشام شاحنت الله ترجع بتشحن وبعد الله هي اهم شي التعامل والثقة بينك وبين المستهلك يعني كرمال تام لي سماعة حلوة وخاصة انتي اليوم اكتر شي تواصل اجتماعي هو اللي عم يخدمك؟ هو اكتر شي الانلاين صحيح؟ اكتر؟ خلينا نخدم معك هيك بنصيحة اليوم لكل الصبايا بما يخص موضوع اقتناء الاكسسوارات لسيف 2022 عجقوا الوان كتروا الوان دارجة كتير لانه القصة كتير ضاجة حتى على التياب هلأ هاي السنة اكتر شي دارج الخواتم والسنتيورات البطن هلأ انا الالساعة ما عملتهم ما تشجعت اعملهم بطراحة لانها مقاسات ما بدك المقاس اكتروا لانه هي هاي القصة سنة بتظهر انوست البنت اكتر شي اكتر شي بالدنيا اكتر من المايكاب اكتر من اي شي يمكن سنصال البطن فينا يعني بتحط له حلقات اتي بتضايقي وبتكبري على كيفك يعني تفهم انا اي بس مشان ما يصير في حساسية لرجلتك ما لا تنسي انتي بحطي شي على جسم الشخص المطاط ما بنحط له حلقات قولا واحدا ده ياخد اياس الجسم تاخد اياس الخسر اما شي مطلي دهب وفضة حرامية ضل على البطن انتي ببحر يعني مي مالح وكذا دمعك انتي محطة دهب في تفاولات راح تصير ايه ما فيكو تتحكي بس هدول بيستخدموا بس الشاطئ اللي القاعدة واكيد مع وقت السباحة يعني حال نكون حاططوا هيك اصاصة مصبوط نحنا هدو حال عرجاء بتشيبي من نون حال يعني بي الختامنا نشكرك كتير هدى الحالة بي اليوم لكل النصائح اللي قدمت لنا لكل هدوطع الظريفة اللي استعرضناه السباحة لها انا بتشكرك كتير شكرا